اشترك واخد بطاطس عالاقل بتستفيد تاكل هم المم منها تحس انك فعيد نغماتي موسيقية جدا فيديوهاتي جيب ابمان ايه بجي منج مركدة وليه بكرا نفتح شركة كمان وازاي وكم يا بطال عامليني وحشيني جدا 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 انا بلانو دا فيديو نظر ما تنسوش تسالة لان ابي علاقة برسادة سلامه في فيديو النهاردة يا بطال حقفان داخليه مابل بيوتو متحمس جدا جدا ليه ليه يبلانو متحمس ليه كده النهاردة اوي ان حرفان اللي ابطال في تحديث جامد جدا لسنازل يا بطال والتحديث دة ليه علاقة ببيت واحد ولكن البيت دة حرفيا انا مش عارف ايه ده ايه جمال وحلاوة البيت دة حرفان اللي ابطال النازل اوه زي ما انتم شايفين وتحديث يا بطال بتاع المابل لنزل النهاردة والله بجد يا بطال خيالي عايز اقولك يا ابطال ان هو دة البيت بيت. بجد يو بطال البيت ده بيقولك اللي انت تقدر تحوله تصنعه بنفسك لاكتر من خمس او عشرة بيوت تقريبا والله مش عارف ولكن زي ما انتش شافين هو من γابطال هو ده شكل البيت. اكيد ده مش شكل بيت. ولكن المفروض اللي انت بتصنعه بنفسك مرة تانية. زي ما انتش شافين ده يا بطال السلم. المفروض اللي دي هو بعتبر يا بطال اعادة تدوير البيت. يعني انت المفروض دلوقتي احنا بتحاول لو انت بتشوف بقية البيت وهو بيتصنع كويس جدا عايز مسلا حمام ده ولا ايه? والله حمام يعني ماشي ده للعمال يعني ده كده للعمال كويس جدا ومفروض الهم ده دي الحتة اللي بتكلمكم عليها حقفان بتشوفي انت عايز البيت ده يكون عامل ازاي الارض بتاعته عامل ازاي ويه آآ يعني النشأة بتاعته بتكون عامل ازاي كويس جدا تعالوا بطني اكتشف في البيت واحدة واحدة معرفش ايه ده او ماي جود ثانية بس ده اكيد ليه حاجة ده كشفات عشان يعني يا بطال لما الليل ييجي تعالوك يا بطال نجيب الليل حرفيا مش هيكونوا بصوا مش هيشوفوا اي حاجة تعالوك يا بطال نقفل والله الدنيا تبقى ضلما لان يا بطال في اكتر من يعني من كشاف عادية هنا يا بطال بصوا هناك كشاف تمام وانا شايف ان هنا بردك فيه كشاف كويس جدا كده اتنين ودي كشاف يا بطال تالت وزا ما انت شايفين يدوس كده وحرفان فيه تلت كشافات جمدة جدا عشان العمالة ما هتيجي تشتغل خلونا يا بطال نطلع كده نشوف الدور التاني او ماي جود كشاف كمان يا جدعان رابع ودي كشاف خمس لس جو حرفان يا بطال الكشافات هنا ما فيش اكتر منها بجد تمام بصوا هنا يا بطال انا بجد مش عارف تصميم البيت غريب قوي انا مش عارف اخرج من هنا ولا هروح فين ولا جيب من هنا ولكن دي تقريبا هتكون البلكونة فين البلكونة والله مش عارف يا موقف دي تكون البلكونة ولا ده ازاز ايوا طريقة من هنا كويس جدا خلائنا ندوس كده ده المفروض دي يبطال بردك كشاف يعني غالبا كده يعني ديودة هنا بردك ازاز هنا كل اه هنا مش ازاز تمام يا مش عارف بصحة ازاز المفروض اليابطال يبان ولكن المفروض اليابطال للبيت ده يعتبر دورين وبس دورين وبس خلنا دلوقات احنا كده نطلع كويس كويس هنا يا بطالة الحاجات دي ما نقدرش طبعا ناخدها اكيد طبعا يا بطالة الحاجات دي او المنزل ده في اسرار ولكن حاليا مش هنفكر في الموضوع ده دلوقتي ولكن الحاجة يا بطالة انا عايز افكر فيها واشوفها بجد يا بطال البيوت الكتير اللي المفروض اللي هو بيقول ان انا اقدر اخترها لما انتيجي تدخل هنا حرفان يا بطالة اتلاقي احنا حاجة دي خليها ندوس هنا والمفروض هنا يا بطالة هيبقى البيت هيبدأ يتعمل من اول وجديد ندوس كده عشان الصبح ونشوف البيت واتزة ايه ده ثانية يا بطال يعني ده كده دي كده بداية البيت والله صح يا بطال دي بداية البيت ثانية هنحفر يا بطال دلوقتي حالا في الارض سوا مع بعدينا ونشوف يطلع لنا ايه يلا يا باش احفر اديله كويس كويس والله العظيمة انا مش عارف يعني لو وقفت مسلا كده بطالة واعد احفر هيطلع حاجة والله انا عالي الصوت يمكن يجيلي غراب ولا ولا اجيلي غراب ولا ايه ابن البيت خلو كده يا بطال انا واقف وبعمل كده البيت انا العامل وبصنع البيت من اول خالص والله دي هتوقعها جدا جدا ندم ده ولكن ايه كويس تمام قوي والله العظيمة يا بطال حرفان دي دي تعتبر الارض اللي هي قبل بناية البيت قبل البيت هو بيوريك البيت بيتصنع ازاي في بروك هافن ولكن يا بطال في بردك سير من القسار عايزة بقوله لكو لان حرفان يا بطال كان فيه فيلم يعني مشهور جدا في ماب البيوت اللي هو يا بطال ولف باك او غالبا اللي هو فيلم تقريبا مستر بروك هافن الشخص ده يا بطال كان فيه حاجات زي كده بالزبط وكان بيقول لك ان هي يعني فيه تحت الارض دي روكس الله اعلم ممكن يكون يا بطال التحديث ده فعلا نلقي الكنز ده اللي هو اعتبر يا بطال انا بجد وجد نفس اجيوه من زمان قوي ولكن خلنا دلوقتي حالي يا بطال نشوف ايوة ده تاني حاجة او مي جاد ده جديد ديم ووو والله جامد دي خشب وحاجات جامد اوي دي ابطال بقى دي المفروض دي اهو الارض الارضية هي ودي ابطال دي تاني مرحلة حرفين عشان يعني لبنية البيت احنا نقدر نطلع خلان نطلع كده واحدة واحدة والله ديم بجد عاش بجد يا ابطال خلنو نطلع كده يا ده فيت ايه ده ده والله خايف اقع ايه ده ده واتزا انا اللي بقدر عاملها والله جامدة انا العامل اصلا لكني راكب عربية والله حلو قوي بس انا بس كده انا عشان ما قاعش انفعش نطلع كده فوق نعمل كده لا ده بتغذرها يا بطال والله العظيم دي جامدة قوي بس لو انا كده المفروض اموت ولكن واحدة واحدة ابلالي واحد موت يا عم انت خلونا بس كده يا بطال نطلع كده السلام سلم موضوع يا بطال احنا بص ونركب كده بس ما ندارش نمشي قدامه ولكن بص يا بطال يعني الحاجة دي ابطال المفروض اللي هو احنا بنحط يعني مثلا خشب بنقل خشب وبنقم الحاجات وكده والله العظيم موضوع جدا جدا جامد خلينا ننزل وهو ونزل واحدة واحدة ابلال عشان ايه ان المفروض في خشب وحديد وحاجات كتير قوي تمام هل هنا نقدر ندوس على اي حاجة ما نقدرش والمفروض يا بطال هنا الخشب كويس جدا تمام ودي هنا المفروض الحاجات هنا وطبعا الحمام ده شيء اساس عشان العمال بتحتاج تعمل الحمام طبعا بجد بجد يعني دي اضافة طيبا في كل حاجة خلينا نشوف حلوة اوي هنا ايه ده خدتوا بالك يا بطال دي من مفروض مواسير والمواسير دي ابطال حرفان اللي هي بتشغل المية واللي بتشغل يا بطال يعني الحمام وحاجات كده كتير اوي بجد في المنزل يعني تمام اوي بجد بجد خلينا دلوقتي حانا يا بطال نشوف يعني اللي هو ايه ايوة البناء رقم تلاتة ده واحد ده اتنين ده تلاتة تلاتة ده احنا شفنا ولا ايه حاسوا اللي هو شابهوا قويس جدا ايه ده او مي جود والله العظيم شكله خيالي حرفان هم كده قربوا يعني لا لا انزل يا باش انزل يا باش انا عرفت اللي فوق دي ايه هي هي حرفان يا بطالة لكن في حمام فوق اللي هي لا ما فيش افتكرت فيه لا ده الحمام تحت او خلا هلان نشوف كده يا بطالة الكشفات بدأ يبقى فيها هو تمام ودي مفروض يا بطالة مرحلة التالتة لبناء المنزل كل ده يا بطالة عشان يبنوا بيت وهواريكو في الاخر يا بطال هم غالبا هي يعني هيبنوا انهي بيت بجد يا بطال تحديث جديد جدا وغريب في نفس الوقت لان هو بيقول لك ازاي يعني اعتبر او الناس اللي بتصمم يعني البيوت في بروك هافن كيف بتصممه ازاي بتصمم البيت بجد يا بطال يعني حط نفسك مكانهم تخيل كده يا بطال يعني تخيل كده يا بطال يا بطال انت حرفيا بتصمم البدة والله والله حاجة جدا جدا صعبة ومش سأل الله خالص ولكن خلي سأل Ahora حالا كده يا بطال نتكمل ماشي جلنا نشاهد كده ايوها ده Bugtheosis ده اللي انا شفته Gross ايوة ده اللي انا شفته عارفه جلس كويس خلاص احنا كن يكشف نيوة لكن دي مفخد مرحلة رقم اربعة ايه بطال قدي 1-2-3-45 5 EMT و هو What لسه البيت مكملش انا شايفه جوا كامل بصراحه والله شايفه جوا كامل لسه يابطال بيذبطوا فيهم لسه مَحطوش بيبان و dilemma البقى في طب ochine يا عم ما شيلك يا عم و اركابك احنا دي مش شغلانة honor hui هل عمال او الموظفين وله حمام هنا يابطال لسه بيتوضى ببصوى الاعداء والله جامد ienne حرفان لسه التلاجة متحطتش اصلا وهنا مفروض يا ابتال البلاكون المفروض انا تتحط هنا كل حاجة حرفان لسه يا ابتال متزبطتش ولكن بصراحة انن حتى الحاجاتي ابتال داي مش شغالة مش شاى دي الاصلية بصراحة. تمام? ولكن هنشوفها بردك يا ابتال و لكن لحد اني cabeبطال مفروض يكون هنا. و ادي بردك انه مفروض ايه دي اده تغيير الملابس اه تقريبا و دي تقريبا الحمام. و المفروض الباب ده يتحط هنا. حلو جدا بصراحة. وين هو مفروض ايه ده? ولا اهلا دي السجادة. اهلا دي السجادة اللي هتكون هنا. والله متحمس جدا بصراحة يا بطالة شوف في النهاية يعني البيت هيكون عامل ازاي. خلانا نخش نخش هنا كده. اوه هنا بردك. احنا نتخلنا المكان ده قبل كده ولا ايه? ولكن لا الوقت حاجة للمكان جامد. المكان واسع قوي والبيت بجد هيكون شكل خرافي جدا في النهاية. طبعا ينا رفع نحن شوفنا واحدة واحدة وحificيا انتوا عشتوا معي الاجواء وبجد بجد كان جامد قوي. يلا بنا دلوقتي حانا البيت هيتبني كله باكمله وهنشوف يا بطال البيت فين هيتم متحمس جدا 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 ويلا دينا يا طلح как فينا يا بطال بيجرس بxa اولس البيت الجديد لبيع لا يعمل البيع ايه? او محوث الام springs المفروض يا بطالح فين البيت بيولعك للبيع. لا يا بايش. يا بايش كل البيع يعني بعد ما عملناه كل ده زي ما انت شايفين يا ابطال او ماي جود البيت ده اصلا يا ابطال للبيع والله حاجة غريبة بس شكله فخم اوي يا ابطال والله جامد جدا بجد ولكن يا ابطال البيت ده للبيع ليه وهم ليه يا ابطال حطوه كده اصلا يعني بده يا ابطال تحس اللي هي دي فيلا او شكلها كده حاجة عمد مع العلم يا ابطال ان البيت ده مفروض ملوش علاقة اصلا يا ابطال بالنجمة غالبا البيت ده مفروض فعلا كده. ولكن ايه ده? ده حمام هنا. امه الايه فرق ماشي وادي هنا. اه هي دي مش عايف ايه الاودة دي بصراحة. ولكن المفروض يا ابتالي واضح كده ان البيت ده مفروش اي عفش. مفروش اي حاجة. ولكن الحاجة الوحيدة اوما يجاد اوتين. مم اودة كويسة دي حلوة اوي. ده اي حد انا عايز يشتري بيت. كويس والله اودي هنا حمام. يعني بجد بجد التصميم بتاع البيت حلو. يعني غالبا يا بطل ابطال او يا ابطال عمتن ايه ده مقدرش ايوة. اول مرة يشوف انت اللاجهة فاضية في مام البيوت. والله العظيم ده بجد. ده حقيقة بجد والله. خلا بس نيفيله عشان ما تبصش يعني. تمام بجد بجد. ولكن تحس كده يا ابطال يعني اللي هيسكم في المنزل ده واللي هيشتريه غني. ده واحد غني بصراحة بخلاني كان بصراحة ده واحد غني. ولكن خلوة ده حالا كده يا ابطال. نعمل كده حرفان فعل. المنزل ده بدون اي روبوكس يعني عادي. وما فيوش اي حاجة ابطال اللي هي علاقة بيه بيت النجمة او كده. المفروض بقى ابطال فيه بيت تاني زي ما انت شافينه ولكن ده بالنجمة. دلوقتي حالا احنا هنستعرضه قدامكم وهنشتريه. ما عامش هاله هو هو ولا ايه انا ايه ده ما تقوليش ده حسوه هو. والله شابه جدا. والله ايه ده ازاي? هو هو البيت ولكن بالنجمة بقى والبيت ده بتاعي. دين بصوا بصوا الشكل. يا نهر ابيل عالجمال. والله فيه تصاميمه الجديدة وغريبة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بجد. والله شكله جامد. بس ده ابطال للنجمة. للناس اللي معانه نجمة وشحنة ابطال. يعتبر روبوكس وكده. ديما انا متحمس شوف الشكل اللي فوق. واو يا اللوحة. والله حلوة. ديم يا السر اللي سود. الناس عشان اللون اللي سود بصراحة. دي حاجة جدا جدا جامدة. وزي ما قلت لكم هنا مكان اللبس. معروف حرفين المكان ده كل شوية. ولكن احسن حاجة بصوا ابطال يا نهر ابيلت. بصوا الحلفية زهبية. والله عند من اللي يسكن هنا ده حرفيا يعني ده اليوتيوبر زي بس اللي تسكن. انا ده بيت يا عمتا من من اول النواردة في بروك هافن. ولكن خلوها نفتح كده عشان ناخد لنا غدس. جامد الله العظيم. والله العظيم جدا جدا جامد وبصراحة الجنينة واردك احلى. وكل حاجة في المنزل ده بجد قوي. ولكن هل في ابطال اسرار للمنزل ده? اكيد. في كل منزل يا ابطال في اسرار ولكن ايه هو السر? ممكن انه بنستعرض ابطال في الحلقات الجاية على حسب ده لو في اسرار. بجد بجد تحديث يا ابطال ده كان جامد جدا. وورانا يا ابطال حرفيا البيت. من قبل ما هو يتعمل من هو ابطال حرفيا كان شوية يعني رمله والناس بتحاول بقى تزبطه وكده. وشوفنا اخشاب وعملنا حاجاته وشينا بيبانوا وحبتينه وبص ردعان. بجد بجد مقتع النهار ده كان جدا جدا جامد. وبس جاء طور مقتع النهار ده خلص اتمنى تقول لي رايك تحت حلم في التحديث. تمام اللي هو التحديث اللي هو ده مفروض اخر تحديث. تحديث ده اعتبر لسه نازل اصلا من شوية. انا متحمس جدا بصراحة ابطال. اتمنى ايبطال اكون عجبكم مقتع النهار ده. ما دلسوش تحطو حالة لايك للفيديو وسبسكراب للقناة. ما حاجات فعلوا زر جايز اشنزل وكو كل بداية الجاية الجديدة. ويباسكي بجيمنج ايكسوي. سلام.